بتحبي لقب الفنانة ولا الممثلة 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 عشان دايماً بحس اللي بيعمل أدوار كتير فيها مجهود وفيها تعب ما بيفرقش معاه النجمة أو الفنانة الممثلة لأنه هو دي شغلينة أيوه هي دي شغلينة هي دي المهنة على فكرة التمثيل دي مهنة مهنة وموهبة يعني موهبة أولاً من ربنا سبحانه وتعالى وعن بتبقى مهنة ففكرة الفنان والنجم لأن الممثل ده هو الصعب بحسها يعني للشو للترنت زي ما بيقولوا وفيه كتير جداً من النجوم ما احترامي ليهم مش ممثلين مش بالدرجة التمثيل العليم ونجوم يعني إيه الأدوار لمحطاتك أنت بالنسبة لك سايبة دايماً علامة جواكي قبل الجمهور جعفر بما أننا بدأنا فيه في الآخر تحت الوصاية طبعاً الأم البسيطة اللي خلف على بنتها جداً اللي هي عايزة عايزة تسأل بنتها عايزة تشوفها سعيدة عايزة تتجوز مش رضل جنبها صح قد إيه وقد إيه كمان الشغل من أستاذ محمد شاكر قد إيه مخرج كله حالة حالة رائعة مخرج رائع يعني ولو رجعنا وراء بقى أستاذ أحمد نادر كفرد الهاب روايح آه طبعاً روايح المشهد اللي جاء بتاع الرحلة آيوة بتاع الأستاذ حسام علي آه وفيه بابا المجال أستاذ أحمد خالد موسى آيوة يعني أنا ربنا كرمني بمجموعة مخرجيني يا ربا ما كنش ننسيت حد لأني بحبهم كلهم أصل الجدل عليكي في رمضان وقالوا لأ هي مش كبيرة كده دي طلعت صغيرة آه الجدل دا جبني الأستاذ محمد سامي فاجئني زي ما فاجئ الجمهور كله بأنه بدل ما يعمل ميكاف أو يجيب أحد تاني يعني اللي هو دوبلاير ليا لأ جاب برنامج بيستخدم في هوليود بأنه يصغرني آه أنا حقيقة كنت جابوا لي مصور صورني عادي جي ساعلي في حوالي صار جزء جزء في وشي مش فهمة فيه إيه حتى لما سألت محمد سامي قال لي يعني سيبيا دا عاملي لا دا عاملي يعني ما تسأليش يعني حتتفاجئ وتفاجئت فعلا أيو يعني برافو عليه